إذن هل تعتقد لو دونالد ترامب كان رئيساً للولايات المتحدة في ظل هذه الظروف لكان استهدف إيران مباشرةً؟ بالطبع بالطبع ترامب كان رجل أعمال ناجح ونجح في السياسة الخارجية عندما قرر بوتين غزو أوكرينيا لمدة سنة كان يحضر الجيش على الحدود مع أوكرينيا كان بإمكان بايدن آنذاك بأن يتصل ببوتين ويقول له إذا قمتم بأي عمل فإنني سوف أساعد أوكرينيا ولن أسمح لكم باجتياح أوكرينيا لو قال ذلك أؤكد لك بوتين لما فعل ذلك بوتين وجد نقطة الضعف عند بايدن أعطيك مثلاً منذ شهر أكتوبر إلى لمدة شهر الفصائل المقاومة في سوريا والعراق ضربت المواقع الأمريكية 150 ضربة ماذا فعل بايدن؟ لم يفعل شيء طالما الحوثيين في الوقت الحاضر كل يوم يضربون سفن تجارية في البحر الأحمر ماذا فعله؟ يقصف أماكن للحوثيين هؤلاء جماعات يعيشون دون درجة الفقر 80% درجة الفقر في اليمن لماذا تضربهم؟ لماذا لا تضرب البلد الذي يمدهم بالسلاح ويزودهم بالتدريب وبالمال إذن هل تعتقد لو دونالد ترامب كان رئيساً للولايات المتحدة في ظل هذه الظروف لكان استهدف إيران مباشرة؟ بالطبع بإمكان الرئيس الأمريكي إغراق الأسطول الإيراني كان هناك سفينة تجسس في البحر الأحمر لماذا لم يغرقها؟ بإمكانه أن يضرب آبار النفط في إيران ماذا تفعل إيران؟ ماذا؟ يعني ليست لديها ما عندها طيران ما عندها أي شيء ممكن أن تؤثر على أمريكا حاول ضربة إسرائيل 300 ضربة 300 صاروخ ماذا فعلت؟ لا شيء زيرو زلش لم تفعل أي شيء لماذا لا يردع بايدن إيران؟ ما حدا معه علم لكن ألا تعتقد تمام لكن ألا تعتقد أن استهداف إيران ممكن أن يشعل المنطقة من قبل إيران على القواعد الأمريكية وإن كانت أمريكا قادرة على التصدي الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين وغيرها يعني سيقولون صعب علينا أن نقبل أن تستخدموا قواعدنا لمهاجمة إيران وبالتالي تدخل وليات المتحدة في توتر مع الدول العربية التي لا تريد اشتعال المزيد من الحروب لا ضرورة للحروب طالما أنه يوجد ضغوط اقتصادية عقوبات اقتصادية بإمكاننا أن نشل الاقتصاد الإيراني في غدون شهر في غدون شهر إذا قررت إدارة بايدن منع تصدير أي جالن من النفط إلى أي بلد من العالم تنتهي إيران تنتهي مثل العادي إيران تبني القنبلة النووية ماذا فعل بايدن لمنعها؟ لا شيء إيران في الوقت الحاضر لها نفوذ في أربع دول أو تحت الأربع دول ماذا فعله؟ لا شيء إيران هي وراء حماس ماذا فعل بايدن؟ لا شيء هذا شخص غير مؤهل ليكون رئيساً للولايات المتحدة ولكن الديمقراط فضلوا أنه يتخلوا عن ترامب من بعد جائحة الكورونا وأن يأتوا ببايدن لأنه وجدوا أن بايدن أكثر شخص له حد بأن يكون رئيساً بأن يفوز في الانتخابات فقط لمصلحة الحزب الديمقراطي ليس لمصلحة أمريكا ليس لمصلحة السلم في العالم ليس لمصلحة الاتصاد الأمريكي فقط لأنهم وجدوا بأنه بإمكانه أن يفوز على دونالد ترامب ودونالد ترامب كما تعلم كانت جائحة الكورونا قتل فيها أكثر من مليون أمريكي قتل ملايين من الناس من العالم استغلوا هذه النقطة وجاءوا ببايدن رئيساً للولايات المتحدة شخص غير مؤهل بأن يكون رئيساً للولايات المتحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة